هذه القضية أنا رح أقراكم إياها وأيضاً رح يكون معي على الهاتف صاحبها السيد باسم جمعة باسم يقول أستاذ نجم أنا عندي قضية جناية في محافظة البصرة أخوه مكتول من قبل ناس كانوا هاربين من محافظة ميسان إلى زيار كونهم مطلوبين وسكنوا بالبصرة ومن بعد قتل شقيقي هربوا وظلينا فترة من الزمن للبحث عنهم وصلتنا معلومات أنهم ردوا إلى مكانهم القديم في ميسان الأزيار المشكلة الرئيسية في شرطة محافظة البصرة يقولون من يقدر ندخل هذه المناطق لكونها مناطق أغلبها خارجاً على القانون ولا يوجد لدينا قوة هاي النقطة النقطة الثانية أحد المتهمين يسكن في محافظة ميسان داخل المدينة لكون لديه نفوذ بالسلطة لا أحد يقدر أن يقبض عليه وهذا الشخص لهذه الساعة يهددني إذا لم تتنازل سوف أهلكك في دعوة المخدرات وهذه السنة الثالثة دخلنا ولوزة حل لهذا القضية أستاذ نجم وصل صوتنا للوزير الداخلية مع شكري وتقديله وأسف عليه تعالى أنطوني السيد باسم جمعة باسم سلام عليكم سلام عليكم أستاذ أنا وقناة التغيير عد عيناك على حقك وحياتك شكرا جزيلا بوفقك سؤلف لي سالفتك باختصار لأن أنا قرأت ما كتبته لي شلون انكتل أخوك ومن ذول اللي يقولون إحنا ما أحد يوصلنا قضيتنا قد تقريبا سنة تسعة فعش نعم حدثت قضية وصار بيها الخاتل لأن التفاصيل قوية لما أقدر لأن عندك وقت نعم فالمتهمين هربوا نعم طلعوا خارج البصرة نعم طلت تجيئنا تليفونات عدة شلو دوافع القتل يا باسم دوافع القتل دوافع القتل ما نعرفها والشي ليا لأن عندنا قطعة أرض نعم 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 فجأنا بأحد الأشخاص قال شعودكم وجائنا في هذا المكان نعم قلنا ما يططعت الأرض ومالتنا وقال ما لكم مكان في هذا المكان ورجعوا من مين ما أرجعتهم القاقاكم قال المشادة الكلامية المشادة الكلامية أها فجأنا بعدة أشخاص أي يجمع علينا نعم أخي طعنا طلعنا مسافة فرجعنا أمر ورجعتنا ساجعنا بعدد لا يعد يعني مو بس هممم ويعمم نسوانهم نعم وشايرين أسلحة متنوعة ورمي مباشرة تم قتل شغيتي خضية المستشفرات ومن المتركة نغيبها هذا يوم ويسألونه يجعلوننا التلفونات وقانون العشارة محافظاتنا إذا سرقتها ومن أجنع ورفقنا هذا الشيئ سيسلمون القتل سنة 19 سنة تسعة عشر. أخذوا عطوة؟ لا. يقول لهم سلموا القتله. ما يفضوا يسلمون القتله. زيان. أنتوا كتالتكم معروفين لكم؟ ما إحنا الأشخاص بعدين يا الله عرفناهم. عرفتهم. سويتوا دعوة؟ نعم. ماشي الدعوة. وصالت الدعوة بمركز شرطة حمدان. وسنتحولناها للجرائم قاطع أبو الخصيب. عدتكم أمر القاقبض؟ مذكرات كاملة. زيان. الشرطة ش تقول هذا اللي يهمني؟ الشرطة الجد ما ظلينا راجل. هم قالوا بعنه دول الأشخاص ملتجئين من مناطق أهوار وهذه المناطق. يعني احنا كقوة ما نقدر عليه لأن هذه قوة كبيرة. زيان. يعني أقلها بيأس اللي يستار على السكن اللي يسكنون هاي المناطق خارجين عن القانون. زيان. فبالله تجينا تليفونات تهديد. ما نعرف من. هم. دوينا دعوة على الأرقام. نعم. ورا فترة معينة تقريبا ما يقارب ست شهر أو ثمانت شهر حد ما أجت الإجابة. فتحرف الإجراء القانوني. زيان. ما تجي وتروح للمحكمة ويدعونها صدر القاقب على شخص ما نعرفهن. فصدر عليه القاقب. زيان. الله. هم التليفونات تهديد. إذا ما تتنازلون عن القتلة. اللي يهددوكم حرفتوهم يا باسم حتى نستفادل من الوقت. عرفتوهم. نعم. اللي يهددوكم بالتليفونات. من محافظة نيسان. من محافظة نيسان. عند الليتوهم حرفتوهم. العنوان اللي يتصل علينا. الشخص من محافظة نيسان. بنص محافظة نيسان. العنوان موجود حتى دليل. زيان. حصلتوا عليها أمر قضائي. أمر قضائي صادر بحق وفق المادة أربعمية وستة. زيان. الشرطة طلعوا عليها. ما حدي يعني جاي يطلح عليه. لأن الأخ عدنا دعوتين واحدة حل استخبارات. يعني استهديده وأخي الثاني. صارت الشكوى لأن أرقام وهمية أو أرقام ما نعرفها. فصارت على الاستخبارات. صدر عليه مادة أربعة مئة وثلاثين. زارت الاستخبارات. مثل ما فات على دارش الاستخبارات. دارش الاستخبارات نيسان. أي. المتهمي خابر. قال إذا دعوتكم أربعمية وثلاثين أنا أهلتكم هلاك. يعني مثل ما وصلنا. كتاب مفاتحة الاستخبارات نيسان. المتهمي خابر. قال أنت فلان وبيتكم فلان المكان. وهذا حناوينكم كاملة أجنة. زيان. إذا ما تتنازلون نسو ما نسو بكم ونهلتكم هلاك. أنا يهم لي موقف الشرطة أنت كاتب لي هنا. يقولون إحنا ما نقدر نطلع عليهم لأن هذا متنفذ. هذا الكلام دقيق منه قلك إياه. أستاذ لأن الشخص اللي مثل ما وصلنا. وصلت المفاتحة للإستخبارات هو خابر. قال لي هاي المفاتحة ما لكم بالإستخبارات. مثل ما وصلت. لهم الوصلت. لأننا نتابع قضيتنا. بمعنى بمعنى أنا يهمني موقف الدولة. وين الخطأ في موقف الشرطة والاستخبارات في ميسان حتى نتحدث مع السيد الوزير. أنا هذا يهمني. الاستخبارات يقول لك أنا ما عند أعلم هذا شيء. فالنتيجة ما عرفنا المتهمين عرفها مفاتحة مباشرة بالإستخبارات. يعني هكو تعاون وياه. نعم. يعني يهددنا وقال ما حد يكفنا. مو عباركم. احنا كاكدين ومسوين ومسوين وناس محروفين. احنا بالعمارة. وما حد يدق بينا. لأن كان قائل ينتقي يقول. نعم. يا أبو فاطمة كان قائل شرطة ميسان. هس أنا ما أقدر أثبت هذا على ذمتك. لكن يا باسم. ما نجد أن نثبت حالي لحظة. ما نجد حالي لحظة. هذا كلام لا يمكن إثباته. لكن استاذ باسم. هذا أبرز القصة الآن. نعم. هاي قصتك الآن. نعم. هاي قصتك. أنا أشكرك. السيد. وعندي هسا عندي كتاب مفاتحة من دارة الإجرام. قائل هاتنا الإجرام. نعم. تكتك بأنه جرام البصرة يعني. نعم. بأكثر من حميد نحمود. لذنما قبل تقريبا من الشهر الأول. 2021. تمت مفاتحة. ساذ أخبر. مفاتحة إجرام من يسان عن طريق الجناعيات مع قيادة البصرة. أوصل قيادة الجناعيات. الجناعيات يقول لي واله عندي غلق. وهذا اليوم هذا اليوم الجاعة الجناعية في البصرة يقول لي عندي غرق وحد ما يوقع القائد ويجيزون لحور كتاب هاي تفصينات مكدو هاي القضية أنا أشكرك أخ باسم سيد معالي وزير الداخلية المحترم أنا قبل أسبوع التقيت بسيادتك وكون الدقيق في إجاباتك إليها قلت لي ولل جمهور أنه أي جريمة جناعية لا يمكن أن يمضي عليها 72 ساعة ويتم القائل قبض عليهم وهذا قد حصل معك لكن أنا أرفع إلى سيادتك وللأخوة بالاستخبارات هذه القضية وسأقوم بإرسال هذا المقطع إلى جنابك وأتمنى أن يكون هناك رد من جنابك عن طريق مكتبك أو من خلال السيد اللواء خادر المحنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر